غر سازج غر سازج اللي يتصور انه يقدر يدخل في صدام مع اقوى جيش في الشرق الاوسط والمنطقة العربية غر سازج اللي يتصور انه يقدر يدخل في صدام مع القوات البحرية الاكبر بالتأكيد في المنطقة بالكامل وافريقيا والمنطقة العربية والمجموعة الاسلامية واحدة من اقوى القوات البحرية على مستوى العالم اظنوا احنا ترتبنا تقريبا على مستوى العالم بحرية بس سبعة قطعا احنا الجيش الاقوى في المنطقة كلها احنا بنتكلم في اكتر من 4000 دبابة اكتر من 2000 طيارة طيارات حديثة عالية المستوى يعني حقيقي هذا الرجل بن يمين نتنياهو هو الغر السازج وفي الغالب بن يمين نتنياهو ما اعتش مع الخبراء بتوعه ولا الجنرالات بتوعه كما يجب ليطالع اوراق اكتوبر حتى من ناحيته او انه نسي اللي حصل في 6 اكتوبر عام 1973 او نسي اللي حصل قبل 6 اكتوبر 1973 من سنة 67 وحرب الاستنزاف التي استنزفت العدو كما يجب ان يحدث ويقال فهو الغر السازج هذا الغر السازج الحقيقة انه قيادات الاركان بتوع جيشه قالوله لا نريد صداما مع مصر الغريب كل الغرابة مش بس هذا الغر السازج لكن هذا الرجل في البيت الابيض المكتب البيضاوي واشنطن دي سي الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن الذي يشدد على بنيامين نتنياهو بانه لما تيجي تضرب رفح ابقى حافظ على ارواح الناس انا مش عارف اذا كان بايدن شاف حجم الكتلة البشرية اللي موجودة في رفح احنا بنتكلم تقريبا ان رفح دلوقتي فيها ما يزيد عن المليون وربعمائة الف مواطن فلسطيني اي ضرب في رفح اي ضرب مهما كانت محدوديته هيبقى ناتجته الالاف من الشهداء في ضربة واحدة قزيفة واحدة الاف من الشهداء التزاحم التلاصق ما بين المخيمين من اهلين الفلسطينيين اللي موجودين في رفح الفلسطينية شديد مش بس كده اي محاولة للتدخل العسكري على الحدود المصرية حتى ولو انت يا جماعة لو شفتوا الفيديوهات احنا بنتكلم على عشرين تلاتين خمسين مئة متر حتى ما بين المخيمات وما بين مخيمات اهلين الفلسطينيين وما بين خط الحدود بتاعنا او السور الحدودي او الحاقط الحدودي بتاعنا الحاقط الحدودي بتاعنا لو حصل ضرب في المنطقة هناك اوضع في الايمان هيبقى يعني فيه ولو اثار طلقات على الحاقط بتاعنا وهذا من شأنه ان يشكل طبقا للقانون المتعامل بما بين الدول فعل من افعال العدو شكل من اشكال اعلان الحرب انت لمست الحيطة بتاعتي وده مش تلكيكة ده قانون ومعاهدات دولية ومصر بينها وما بين هذا الكيان بص ادي الشكلة هو ده شكل رفح الفلسطيني انهي خيال موجود عند جو بايدن بيقول انه لما تيجي تضرب حافظ على ارواح الناس دول اي ضربة اي ضربة مهما كان حجمها محدود ومهما كانت بسيطة او صغيرة ولا توجد ضربات صغيرة في الحرب هتؤدي لكرسة ومدبحة يشهدها العالم بس هرجع اقول ما هو العالم شاف المدابح شغالة بقاله عشرات السنين وفي اقل التقديرات شافها من يوم 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة ولم يحرك ساكنا وجو بايدن لسه بيفكر في انه لما تحب تضرب ابقى حافظ على حياة الناس اللي موجودة في رفح ده بيفكرني ده المرحوم والرحمة تجوز على الجميع هو في دار الحق ونحن في دار الباطن حافظوا على حياة الخاطفين والمخطفين ازاي ازاي بالمناسبة دي مش زلة لسان من بايدن وهذا ليس بسبب مرض ولا الزايمر ولا غيره الرجل لا يكترث مش مشغول مش مهم فيك مواحد بيموت مش مهم عدد الشهداء الفلسطينية مش مهم عدد المصابين احنا بنتكلم على اعداد ما بين الشهداء وما بين المصابين وصلت لتقريبا ستين ولا سبعين الف بنقترب من رقم تلاتين الف شهيد مأساة وكرسة يجي الغر السازج يقول احنا لازم نعمل عملية عسكرية هناك يا ابني يا حبيبي يا مولانا جنرالاتك بيقولولك ما تقربش ما تفكرش راجع بقى كده وسائل الاعلام العبري راجع وسائل الاعلام الدولية شرقا وغربا يعني هتلاقي في روسيا اليوم وهتلاقي في سي ام ام وهتلاقي في بي بي سي وهتلاقي في رويترز هتلاقي في كل حتة تشديدات من جنرالاته بتقوله ما تخشش في صدام مع مصر ده في حد ذاته بقدر ما هو وضع مأساوي ومؤلم بقدر ما بيوريك قوة مصر موجودة الى اي مدى قوة مصر وسلطتها وهيمنتها وشدتها مصر بوعبع لأي معتدي وحاضنها لأي صديق او شقيق مصر شددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية النهاردة وهو بيان رائع على المستوى السياسي عظيم على المستوى السياسي شديد وواضح شديد وواضح الرفض الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيع ده أنا أقولك نص البيان عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الاسرائيلية بشأن اعتزام القوات الاسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة محذرة من العواقب الوقيمة لمثل هذا الإجراء لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر مخاطر التفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية البيان واضح قدامك هوا مصر بتقول لكل القوى الإقليمية لكل العالم يا جماعة اتكلموا مع الرجل ده ما يقربش من رفح دفحوا هذه الفقرة من هذا البيان شو بقى مصر بتقوليه والتي باتت تأوي ما يقرب من مليون وربعمائة ألف فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع طيب هذه الفقرة معناها إيه؟ مش بس لم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع طيب ما هو ده باين يا عام حتى في التركيبة اللغوية في الصيغة اللغوية لا ده معناها أنه إسرائيل متعمدة بنسبة مية في المية إنها تعمل عملية دفع للفلسطينيين وصولا إلى قط الحدود المصري فيعودوا هناك في رفح رفح الفلسطينية فإما إنه يقتلوا ويتقبلوا ده وإما إنه هم ينزحوا إلى الحدود المصرية ويحاولوا عبور الحدود أو يحاولوا هنا بقى الإسرائيليين يحاولوا يرغموا مصر على قبول فكرة تهجير الفلسطينيين لسين طيب يا سيدي ما إحنا قلنا لك بدل المرة ألف مش هيحصل لا لسينة في مصر ولا للمملكة الأردنية الهاشمية ولا الحتة الفلسطينيين هيفضلوا على الأراضي الفلسطينية البيان بيكمل وبيقول إن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة حط بقى هنا نقطة ومن أول السطر طب النقطة بتقول إيه مصر بتحدد وبتقول إنه كل القرارات كل القرارات اللي خرجت من المجتمع الدولي باختلاف مؤسساته بتقول ما تقربش وما تحاولش فهنا صيغة تحذير إنه بكل القوانين وطبقا لكل المعاهدات والاتفاقيات والتعهدات ما تقربش خلاص كده فبتأكد مصر وبتقول إنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنفاد التهدئة وتبادل الأسرة والمحتجزين داعية القوى الدولية المؤثرة لتكثيف الضغوط على إسرائيل للتواكب للتجاوب أنا أسف مع تلك الجهود وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف هنا بقى في فاصلة اللي هي إيه مصر بتشدد على إنه موقفها دائما هو الجنوح للسلام الإصرار على المفاوضات الإصرار على وقف إطلاق النار الإصرار على التهدئة مصر دولة لا تحب الحرب ويا سيدة يا كرام يعني إحنا طبعا عارفين أنا وزمناء الأعزاء نحن أصبحنا شبه ضيوف أسبوعيين على الشاشات بتاعة الكيام الصهيوني ينتقدوا البرنامج وبيشتمونا كل أسبوع يعني وده حاجة تفرحنا وتشرفنا وتسعدنا إلى أبعد الحدود بصراحة مصر دولة لا تحب الحرب لا تحب الحرب هي تقدر الإجابة عند الجنرالات بتوعه هذا الغر السازج الطفل المدلل المتطرف المتشدد هم جاوبوك وقالوا لك تجنب الصدام مع مصر بعد الفصلة مصر قالت إيه في بيانها الصدر عن وزارة خارجيتها وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء وهنا ينتهي بيانا عظيما تاريخيا من وزارة الخارجية لما تيجي تشوف الموقف داخل الكيان الصهيوني أو في الداخل الصهيوني هتلاقي أن الموقف مش بس موقف الجنرالات بس ولا موقف قيادات الأركان بس لا ده موقف العديد من النواب ونواب يمين جوه الكنسة بيحذروا كل التحذير من استفزاز مصر للدخول في الصدام وأنا مبارح قعدت أشوف كم تحذيرات مصورة صوت وصورة النواب نفسهم وهم بيتكلموا وبيقولوا أنه إحنا لا داعي للدخول في صدام مع مصر لا داخل لا داعي لاستفزاز مصر لاتخاذ أي مواقف عدائية ترجمة نانسي قنقر